موسيقى السلام عليكم ستكون مقابلتنا هذه خاصة عن السفر الى نجد والشام ومصر بواسطة الجمال القوافل منذ عام 1918 والسفر في ذات الحين كان شاقا ومتعبا وكان محفوفا بالمخاطر احيانا نظرا لاخطار الطريق من ناحية السلم والنهب منذ القديم والقوافل التجارية كانت تصل الى مدينة الكويت للتزود بما تحتاجه من بضائع ومؤن ثم تسافر الى نجد والشام ومصر والعراق والى غيرها من البلاد العربية وكان عدد من التجار الكويتي يتعاملون مع اصحاب هذه القوافل بل ان افرادا من الكويتي كانوا اصحاب قوافل تجارية والشار تاجر في القرر العشرين كان يتعامل مع اصحاب هذه القوافل هو عثمان الراشد الحميدي المتوفى سنة 1934 كانت القوافل التجارية تخيم غالبا على مورد الشامية ضاحية من ضواحي مدينة الكويت حاليا ويقولون ان الشامية سميت بهذا الاسم نسبة الى الشام بواسطة القوافل المخيمة على ارضها والمتجهة الى الشام وكان الكويتيون وغيرهم يطلقون على اصحاب هذه القوافل ومن معهم اسم مشومة او لمشومة نسبة الى الشام هناك جماعات من اهل نجد كانوا اصحاب قوافل وكانوا يسافرون الى الشام ومصر وغيرها ويطلق عليهم اسم العقيلات او عقيل ولهم شفرتهم في هذا المجال طيفونها لهذه المقابلة هو الحاج عبدالله بن عبدالعزيز الحميدي المولود سنة 1318 1901 ودرس في مدرسة عبدالطيف الحمر ثم درس في المدرسة المباركية وبعد ذلك اخذ يساعد والده في اعماله التجارية وسافر خارج الكويت على ظهور الجمال منذ عام 1918 اول مرة سافر الى الشام كان ذلك في اخر الحرب العظمى سنة 1336 1918 وسافر بعدها عدة مرات الى الشام اول مرة سافر الى فلسطين سنة 1339 1921 وسافر اليها بضع مرات اول مرة سافر الى الاردن سنة 1921 اول مرة سافر الى مصر سنة 1341 1922 وسافر الى مصر بضع مرات اول مرة سافر الى لبنان سنة 1922 كما سافر الى المملكة العربية السعودية عدة مرات منذ عام 1918 قبل تأسيس المملكة في اثناء الحرب العالمية الثانية كان يسافر الى الشام والى فلسطين والى قيرها مرات العربية في سنة 1362 1943 ترك الاسفار الى الشام والى فلسطين والاردن في سنة 1370 1951 سافر سفرته الاخيرة الى المملكة العربية السعودية على ظهور الجمال وبعدها اخذ يعمل في البيع والشراء وفي سنة 1958 التحق بالعمل لدى بلدية الكويت وفي سنة 1979 تقاعد عن العمل ابو فهد اشكرك على موافقتك على عمل مقابلة وياك ومشكور وانشاء الله تعطينا معلومات وتفيدنا عن اسفارك خاصة عن سفرتك الاولى والى عقوبها الى فلسطين ومصر والشام سافرت طال عمرك سافرتك الاولى سافرت طال عمرك سنة 36 يعني 1918 سنة 36 ومشيت منها الديرة على طريق الحفار ومن الحفار على المرضمة ومن المرضمة على الحزول ومن الحزول طلعت على على وادي السرحان ومنها على الأزرق ومن الأزرق على بصرب اسكي شام ومنها على عزرق ومن عزرق على دمشق ومن دمشق بعنا القضاء اللي معنا خام اللي معكم خام خام جباني وقبو اللي مربوط وحباد لا فساة في اخر الحرب العظمة ايه في اخر الحرب العظمة ايه في اخر شكرا قعدتوا في دمشق قعدنا والله قطعة ايام قطعة ايام في دمشق وبعدها رجعنا ورجعنا وردنا للكويت ايه على نفس الطريق ايه لا موضع وردنا على المملكة ومن المملكة جينا للكويت زيادة سعب وفاهد ما في خطر يعني ذلك وقت الطريق في خطر يعني صحبة البادية في خطر بنار في خطر طرع ايه بعضهم ناخذ رفاق رفاق ايه يعني بكل منك القبيلة واحد ايه يفكونك بعضهم بعضهم لهم خاوة خصوصية يعني عطية خاوة هذه ثابتة يعني رسمي على عقيل ايه رسمي ايه رسمي على عقيل يعني القبائل الكبار ياخذون ياخذون ايه ياخذون ياخذون نظير الحمايتهم يحمرون بحمايتهم ايه بعدين جينا نحن بالكويت وسنة الجهرة سنة 39 جهنة سنة الجهرة مشينا من هنا هي السفرة الثانية ايه مشينا من على الحسى شرئنا بعرين من الحسى وغربنا فيها الى الشام ايه غربنا فيها الى الشام لما نجينا الشام بعضها ودينا بعض صبي لنا على فلسطين يدينها بيع اللي انباع واللي منباعي دينه وعبو الباضي رحنا بولهم حمص وحماء ايه بيعنا بحمص وحماء ويمرض دينة جاينا الصبي ولهم دينهم بعض الدينة بعض الزمن فالبويانا بشرد وعن تروح فك هالدينة اللي فلسطين راح وانا شريت لتكرة محمار وركبتها ورحت على ساعة ساعة منها ساعة ساعة القنيطر راجى سربنا تعقوب وعلى صفد مع هالجبل هالا جيت رجال مطلوب لنا عنده انصفد وخدت منه 11 دينار بعدين طبيت على البصة ويوم جيت البصة رأيها مسيحية وانزل على بيته يوم نزلت على بيته دورتها قاله انو بلقهوة رحت لبلقهوة يوم جيت اولا قاعد قلت انت جابور سمعان قال نعم قلت انجي من طلب طلب لنا عليك 33 ليرة اسمالي اه عثمانية ايه قال قال لي فورا عنده ناس قال في احد يقبض مرتين يقول لي في احد يقبض مرتين قلت له لا ما احد يقبض مرتين لكن انت قلت الرجال انعطني من عندك 33 ليرة وادفع عن زدامة اللي قاعدين بالقهوة عشان يعطونك دينهم عطى 33 ليرة الرجال وسلمه قال يا جماعة قوموا منه عليه ديني يعطيه هذا بلاده بعيد يبي سابر هذا اللي انت كنت له والان نجاينا بيحقن هذا وقوم بياله ما معها عمل اقول له وقوم زعلان وروح بيته يلحقني ما بقالي لا شوي تغب الشمس يجيني يركبني قوق السطح ولا السطح مش قلح الشجرة طالع على السطح يقعدني يسولف عليه قالها الحين لمنك رستها الشجرة ومبتت ما بقالي تقص ثمرها تقوم تقطعها مع جدعها يقول زينت سدي قالي ما بقالي المعاصر تشتغل وكل شي يستغل هاليتون ونعطيك ان شاء الله وكن امين انا قلبي مستنغل عليهم هذا يوم جاء الصبح وانا اركب حماري واروح العكة واجي محامي وعطيه اربع ورق ونص وحجز احتياطي والصبح السيارة ونطلع ونسد بابه يسق عليه ورق وانا اخذنا عقوب يومين ولا والله جاي لما المحكمة قال المحامي هذا جاب 17 ليرة وعنده بستان يبي يحطه بالجرائد والبستان خبر موهر سيتقط وثباع يبينا مدة طويلة وانت شاء الله يمكن نهم بخش عادنا كل هالمدة قعت عند واحد ولد كبري محمد سالم فندي بعت عنده مع ولده وتعرف فيه ولأبوه يقوله محمد سالم فندي على وقت الترك وصير مختار في عكة في عكة بعت عنده وريني وانعرف بالخيل وهذا ووريني خرص عندهم وهذا ونصبت عنده وسلمت صدابة ونزلت في ضيافتك ونزلنا في ضيافتك وبعدين مشيت رجعت رجعت إلى الشام رجعت إلى الشام وحط نبو يذلوني عنده من صدرة وحط الرغضاني عنده عبد عيزة الزنيدي ووالله يوم وافقت وافقت لي عقيلات يبيغربون يبيرشرتون وقيلات يبيعدلوني كرحت على بغداد ودعها ورحت مع عقيلة لما جيت اللبة هذه حزوم جنب النفوذ الدين صفا وقعد عنده العرب عربي قال لهم الرمال سبيرهم واحد قالوا الحفيان أنطرع قيل لما يجون يوم أخذ لي تم يوم عنده وإلى وظه جايين العقيلات الحليسي وبنجربو وناس واجدنا القصيم مع مولد خالت اللي قال لأ وإبراهيم العلي النيف والله يوم جوا وانت وقرأت لجمال فيه وماعيت في بيوم وخمس وصرت عنده دخلتي دندار الدندار يصير وراه إلى مشة الغافلة يصير وراه نحماه عن قوم يجون عن عادل وصلنا الشام صرت عنده الحليسي من الحليسي هذا البريدة التاجر بالشام كبير الشام واخوه من مصر يجب يجب خير تجار بالشام كبار يجب هنا ستجار مثل الطباة يعني من العقيلات من هلنيت هذا لم يمهل لا هذا الحسيمي لا هذا الحسيمي محمد باشا الحسيمي محمد باشا لا لا يتاجر هذا يطلع من العراق وانجليزي ويسكن بالشام هذا شخص مشهور محمد باشا الحسيمي نعم انجليزي شرب عارين غير رأيت والمعه رأيه ثانية ومشاني فيها ورحت فيها على اني وديها المصر ويوم حولت من عند على بحر الطبرية ابا عبر من عند مخاطر العبادية رجعوني الانجليز يقولون بأوراق يعني ها سنت 41 هذه هذه لمصر سنة 1220 وبعدين رجعت فيها رجعت فيها وطلعت هنا ما مريت مع الصحراء بحدود الأرجن وفت فيها قبولي على القطران من القطران على الكرك ومن الكرك طبيعت لفيها شرطة هناك عطيتهم ثلاث ليرات اسملي وفوتوني وشنت فيها على شعيب المرة شعيب المرة هذا يصل فلسطين عن سينة فلسطين على يدك اليمنى وسينة على يدك اليسرة فعيب واسع يرتفع لما يصل حد الزلتة والجلتة ما عنا نطلع اللباء على درب بعيد بعيد واحد نطلع على الكنتلة ومن الكنتلة على العريش ومن العريش على القطي على القنطرة على اسمانية لا عبرنا مع اسمانية كل يوم عبرنا مع اسمانية خليها من اسمانية ووزعها جلاب ابو فهد شون تعبرون قناة السويس البعالين بدي بدي كبر الحجرة مرة ونصف بدي وفيه محالة من يمين ومحالة من يصار وفيها حبل سيم حديث من السفن هذا مربوط غاد بالشاطئ من غاد والشاطئ من جاي مربوط والآخر جثت الجمال هنا الناس من النجي عبرونها معقلة يأخذون ذلول القلطون ويربطونها فيها البدي ومون يسوقون لهم خمسة وستة ومون يحطون حبل بينهم ومون يسوقون مثل هن يحطون حبل ومون التاليات يسوقون ومون يشدون ومون يبدون يطولون مطوي ما في مكينة طوي 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 منعكم يفتسون الباب وتطلع قارئ ترحون الاسمانية اسمانية نقعد عند مكان فاسح يقولون له هذا مكان عرايشي هناك أوزع هذا جلاب كل بلد لها فيها ساجر معروف اسماعيلية لا ما هو الشائع فيها وكيل العقيل محمد العلي الشائع وعبد الله العلي الشائع بالاسماعيلية هؤلاء باسماعيلية وكلها يأخذون على البعير خمس بروش يعني عمول عمول مخلصون أوراقة مخلصين مخلصين ويجيهم من هب ودب اللي يصير عندهم حاتر رائي ايمن فلما يحصل الله طريقه ويروح العالم عبرها عدنها زيقا زيقا جلب عليها بكارة زينة اسمان اسمان والبيس كذلك عقبة وديها الاندافة والجيزة هذا وديتها اللي تولاها الحليشي لأنه 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 هنا لأنه صالحة في القاهرة في القاهرة صالحة في القاهرة ونصفها صفها وعطاني عدد فلوش تهربها ليرات بفاهد بفاهد بالقاهرة جواز سفر ما عندكم؟ يعني سفرتك الأولى والثانية لا هذولي ما عندي بدون جواز سفر أول مرة والثانية يعني ما أركبه القطارات في هذا على القوافل بعدين السفر أخذت جواز من فوزان السابت من مصر هو وكيل مملكة نعم أخذت منه جواز جواز سعودي جواز سعودي عبرت عدد تحزمت بالفين ليرات اسمالي اعتمانية ذهب ووحدة حطيتها وانا ما أشرب التفن من صارتي حشرت لقوطي سكاير حطيته بجيبي وما عادي اشتاشتي ووترة وشاينهم بيديو وما عادي عصاك عدام عدي والله يوم أركبت بالقطار ونزلنا بالقنطرة حولهم وأمشي اللي بقطار الظهر لأن القطار الظهر يوجد فيه تفتيش يروح الفلسطين من قنطرة والله واذا اسمه و أخذت عندما دخلتنا وقال شمالك المصري قلت منعيش حاجة أنا معدي أدو لك راح وجيت ينظم سلمت على هذا وسلمت على هذا وسلمت على هذا وقعدت 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 لن أخذهم لن أشدهم ليس لن يكون لن يكون لن يكون لن يكون ويوم يوم يوم وغيرت وإن على شخص مدخالي ما عندك شيء نعم لانتن ما عندي شيء وانا ببطني البلاء والله يوم خلصوا مرة وحدهم كل شو هذا على بخاء والله اقوموا سلم على هذا وسلم على هذا طرعتوا الى هذا صبيان من هاللي عدون والى موجود هكاليوم يقولوا له عبدالله ارميح هل وين ساكن؟ مهو ساكن جاي وصاير العشية وصاير متبعناك وعطيها اصبه فريزة قلت يلا روح قصلي على حيفا بالغطار؟ بالنطرة وننزل عند الربع ولا بينت معي شيء ولا حركت شيء والله يوم جاء الساعة 12 واجي الى هذا مكاني واركبه يوم جاء قبل وطلوع الشمس بشوي ولا هوا بغزة ومن غزة مشى يوم خادرها الضحى ولا والله انه بلد ولا قلد يجتمعن في اربع غطارات مجمع غطارات من القدس ومن يافا ومن حيفا ومن مصر انا بتلت على الحيفا ويوم نزلت بحيفا ولا والله ما فيها غطار سوريا معهم واركب سيارة واروح من بيروت وبات بيروت ومرت على سيدة مرت على سور وصيدة وفدت قبله وفدت بيروت اصدع الصباح الى رأي سيارة وقاطعه واركب مع صدر سيارة حالي لها سكان مال اول مال تبديل ويركبهم معي ثلاثة فندية ونركب نروح نمر شتورها كل يوم شتورها فيها ابناء واحدة لها دراج وطاعه واربع كيفينات انا هذي مرتي شتورها اول مرة يوم حولوا هذول الفندية رحت وراهم خلقوا مع ابوه بصير ولوالله فيه طاولة ولوالله بصير لباب الثاني يدخل على هالقاعة سبيرة يوم طلعتهم ولوالله فصخ طربوشة وعلقه فصخ والطوة فعدوا على الكراسي حفزوا الروحهم انا شلتع قالوا غطرتي وعلقتهم عندي هذا لكن اطالعهم وانا بمتاني وليوم جواهم ثلاثة البنات انا ما جاني حد يوم اخدت وليوم جتني هكالعلع بنصوف قلت واش تريد يا بلية قلت شوفي عندي قام اتعدد عليها لكل طلبت شيئا زايد راحت لهم يوم راحت لهم ما صدقوهاش عروبي هذا يطلب هاد طلب لكن زايد جتني حد البنات قلت انا راح طلبي قلت مي عارفة قلت لا عارفة لانا دالت من تخدروا ان اطربوش شلبي اصطربوش هههههه والله قلت ان اقيت روحي غله قالت ان جي بي وهمخذت ولم جابتنا قلت اتعقى وعاسته اعتقد لم يكلوا ليرى منصة ليرى والله نسحب الى الهنة يوم جيت دمش عنكد عن بيت الحليسي ولا في الصالحية جيت الصالحية قال عندي ابن شعلان رحت لبن شعلان يوم جيت من شعلان ابن شعلان شيخ الرلا نعم النوري واجه عندهم يوم مدن المغرب قاموا رياجيلة اللي عنده هذي تعشون قال قمت قلت له يا عبدالله عن الحليسي خلى الولدي ثلاث عش قمت عش بعد انقام الحليسي وداني البيت يوم جينا البيت البيت النظيف عنده هالحديقة والها دوانية كل طوفها جام اخضر واصفة والحديقة مع همي يمشي نهر صيرت يمشي في الداخل الداخل دخلنا بهذه الحجرة وبعدنا يوم اخذنا الى تحت الباب هكى البنت جابت صنية الماء وجابت الدوة وجابت الاربيلة ايبو فهد ذاك الوقت اللي بعيرم كم تفيعونه؟ واحد يصل بعضهم عشرين جنيه نصبي بعضهم يصل خمسطاش بعضهم يصل خمس وعشرين تبع جلها و سمنها وبعضهم يصل بن بابهم يصل سبع نيرات وثمان نيرات ورق ورق المصري العصمالية ثمان وثمانين قرش والانكليزي هذا تسعة وتسعين قرش هذا اسمه أسعاراً يعني ترتفع مرة أصير قالية في الشام مرة في فلسطين مرة في مصر الخيل كم تبعونها؟ الخيل مهي بواحد بعضها نجيبها بها المطارية ونربطها بعضها نبيعها عربية المطارية بالقاهرة منهم تجار مال الخيل؟ قلت لي واحد تاجر خيل أخو هذا عبد العزيز السابج أخو هذا عبد العزيز السابج منها على البريدة ومحمد خضر مصري له استطبل هناك يضمر فيها هذول اللي قريب عندنا نعرفهم وهناك بالمطارية فيه مكان للتضمير يضمرون فيها وقيام الخيل بعضها يصل سبعين ثمانين يعني مو واحد مو واحد بفاية تعبوكم سينة يعني ثعب تحصون تعاب شيء؟ لا لا الماء؟ والماء ما نحب ذلك الماء قريب منهم بعيدة نعبنا مثلا قربنا يوصلنا من العريش إلى الاريش يعني من العريش؟ ايه توصلون فيها؟ اه من العريش نعبيه ونصل فيها إلى القنطرة وإلى السمعانية ما نعطش بفاية تعبرون دائما في الشتاء بالربيع ما تعبرون؟ لا بالشتاء ما نعبر ما نروح يقولون مصر يبدأ يجيهم من السودان ايه طبعا انت السوق ايه عادل يعني بشتاء؟ ايه تبعارين حق مصر من السودان ايه انتون تروحهم بالصيف؟ احنا نروح بالقيق اه زيه ما في تعب عبور هذا سينة أيام الصيف؟ لا ما في عبور احنا ما نعبر من عنده تقول درب الطويات هذا وين درب الطويات؟ تربط طويات على سحل البحر على الحين الطويات انسد اه لأن عقب ذا اش اسمه الحكومة اه مدري المصريين هم اللي ذو ايه لأن البحر افتحوا اه شدوا الرمى ايه وفتحوه على الصبخ صبخ ايه وارتفع الماء يلانا وقاموا يصيدون فيه سمته ايه وانسد الطريق هذا مالطويات تروحوا من الدرب الداخلي لمرحية القطاع؟ ايه هل هو مرحلة محلات محروفة درب الغطاع؟ يعني من العريشة؟ من العريشة بس بير العبد وقاطرة ونخل ونقبل قنطرة ما من المسابق ربما ايه الكونتلة تمر محليها؟ نمر عليها لكن ما نجي حول الجبال وهذا نمر مع السهل ايه ماتوا مصاب الممر مع الجبال لا مع السهل بس ايه نشوفها ولا نجيها اه بير السبع رحتوا لها تبيحون شيء؟ ايه نسى الى بنا شطة في غزة روحناها بير السبع لك صحي خرية بير السبع؟ ايه خرية لكن فيها سوق لان فيها بوادي ايه 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 ونساوق المجدر والفالوجي هم هذوري من اللد نمشي للمجدر والفالوجي الفالوجة؟ ايه ماشي شيء في سينة؟ لا بها المكانات لا اني ان يمكن داخل ما؟ ايه ما في شفنا شيء ايه انا بس بس سينة انا انا اقولك حرامية بالليل في سينة؟ ايه في سينة هالي يوم طلعنا من مصر و جينا عند الدرب الطويات و من رحنا يوم اخذنا شفنا الخيال و جاءنا وحول عندنا تعاشيا وراح مشي نحن انا ويخويه ورحنا مشي واحد يقال لمحمد الوهيبي رحنا ماشي واخيانا ركبوا عالبير يوم انهم شفناهم انهم اتعبوا وقعدنا لهم يوم قعدنا وركبنا حنا وهم فاتوا وراحوا قال لي عدا واحد من الارشودي قال لي وين يا ابو فهد وين انترك فيه قلنا انترونا بالنفودي لا عارضكم بالنفودي قعدوا فيه النفودي هذا يرعب على البحر يوم اخذنا شوية ولو شبت الضوء يمين طالعوا الى رجال مبيض شانت يا زلمة مبعيد قال صديق فتنا ورحلة قمنا نمشي علينا قامرة نمشي 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 اخيانا وصلوا وصلوا والنفودي وقعدوا يوم قعدوا يسمعوا وحسهم يحسبون اننا نايمين يعني مرحي كلنا ولا حنا مجبلين يوم اخذنا والله يوم هيلوا عليهم ولا منا بعيد عنهم وعلى ذلولي راتب وخوي راتب يوم شفناهم وشفناهم وشفناهم وشفوناهم يهلون وشفوناهم يهلون علينا وانا حرفها يسهار صوب البحر يحول يحول ومع الجفال يتستندل ويتروا يوم شفتها استنتك تركب لوح ويركب ويلوح معنا يوم شفتها استمرت طاح ويلا ولا لا ادري وانا حرفها الرصاصة يوم نخذنا الثاني اطاع وعنى من عندنا قريب راحنا وابعدنا قبلنا على ألبها وفي الأنفوذ وانا في مين ناظر ووالله يزول ادر البدو مع الرميوه يطبوا عن البعير وخلوه يوم خلوه جينا ورحنا ومبارى شوية شوية بعدين لقد دخلنا ومسكنا الطريقة أخوي أنا راح للعريش على الجريح ويوم جينا الطريق وإلى والله حس في الدمنا وشانتم يا عيال قالوا صديق قلنا ربعكم يقولنا لوعد العريش والله ونروح للعريش يوم جينا العريش ونشتكي وركبوهم معنا ثنين من السودانيين يعرفونا الإثر ويركبوهم يروح معهم ويوريهم مكان ويوم جاءوا إلى البعير معقول ولا أخذين الشيء اللي ما يبين عليهم مثل الصاج هذا مالخوز وإذا ذا ما تركوه أخذوا ملابس ذا وخذوا طحين حين ذهابوا هذا وخلوا البعير معقول وجابوا البعير حنا متلنا قبلنا راحنا مصر لا راحنا لفلسطين راجعين من مصر ايه ايه عاد برجعتنا الفلسطين هذي يوم رجعنا الفلسطين رحنا للأردن هلا نقول هذي بذلك الأردن هذي بذلك الأردن هذك ساعة عمان تقول صخيرة ماكوشي عمان ويوم جينا عمان ولا عمان بس شارع واحد فيها مننا على اليمين عند النزول فيها بناينا التلهوني ومعني صار فيه هوتير فيها أربح قيرات الصير ايه أربح قيرات هل سنت واحد وعشرين قديم الزمان طول ما صارت وفيه دكاكين تنزل من عند النهار وتصل الى عند الأثار القديمة هذي يجي لهم أربعين دكان هذولي مجتمع من سوريا من الأردن من هالقرايا جرش ومجرش هذو يجمعين يبيعون على البد والبد وينزلون براس العين ورسل عينك اليوم ما فيه هلا الشركس لان الثرق جايبين السلسك للأردن هم اللي ذا والأردن محطة قطار وهي جبال وهاليمين من السور كلها فاضية ما فيها بنايات أبدا مرة واحدة كل شيء هذا الأردن الأردن بس جيت هذا يا عمان عمان مارت قعد داخل معان بل محطة قطار معان لا بلد معان وفيها مارت سكة حديث الحجاز ايه مر هذا علي نقولك يمفي القطار من عمان ويمر محطة زيزيا وقطرانة وبعدين يروح للمعان يحط الطفيلة بيدها اليمنا يروح للمعان ومن المعان يروح على العقبة منها يروح بعدين المدينة لا يروح على شي اسم عاتبوك ايه منها ومنها الى المدينة المنورة بيدها اليمنا القطار ويمر محطة لها يقسمونها معظم لا فوقت لما يجيت هذا عمان الاردن لك سعى الفطار ما يمشي في المحل المحطات هذي بلا يمشي في المحطات هذي يعني من معان بس حدهم معان ايه ايه ابو فهد زيارتك حق فلسطين تذكرنا البلدان اللي زرتها في فلسطين زارة الاولية مثل ما قلنا ست واحد وعشرين واللي عقوبها البلدان اللي زرتها في فلسطين فلسطين طال عمرك يعني عارف دربي اللي انا امشي معه ايه اول ما جيت فلسطين دخلتها من عند مخاطة العبادية من عند هاي بنت جاي من الشام ايه ايه وفت في منها على الفولة والعفولة وعلى ودي عرعر القلنسة وعلى منخلة وعلى جبنة وعلى سدود وعندك منها قوز سلمة ويازور ايه وبعدين على سدود وبعدين على غزة ومن غزة على خان يونس على بير السبع ايه وعلى الخليل وان جاي منها ويجيت اللد ويجيت طال عمرك منها من طوال القدس زرت القدس ايه جيت القدس ومن القدس جيت فايت على رمالله ومن رمالله فت تقبلي وانا رايح على على نابلس ايه ايه منا على طول كرم ايه ورجعت لانا حتى طول كرم ونجلب عليه كوبا البعارين اه ايه 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 في طول كرم وفي عجوز يسمون الحجة الولو الصراقة هذه هالتي طول كارم أشري منها يعني سؤالك على هوا الدير اللي في فلسطين أشري منها ورجع فيه يعني أشري منها حجروا هذي فلسطيني وغير فلسطين تقول المجدل بعد السوق هي المجدل في فلسطين ايه في فلسطين والفالوجة والفالوجي وغزة كذلك خالي يونس مير السبا كل هذون يسواق تقولي هذا في سوريا البلدان اللي تزورونها أسوات اللي في سوريا يعني غير دمشق حمص وحماء حمص وحماء هذي نشري منها بعريب ايه ودمشق نبيع فيها ونشري منها يعني بس هاي البلدان اللي في سوريا مارت حلب لا حلب روحون حق تجارة بعد حلب نشري من البدو اللي عند حلب ايه السباة والفدعان كلهم من حلب وجاي إلى حمص وحماء نشري منها كانت أخوط أول ما جيت دمشق لك ساعة صغيرة يعني سنة 18 و 21 فك ساعة صغيرة دمشق حتى البلدان هذي اللي زدتها لكوكلي في فلسطين ايه هذا بس ما من حدها قبل الصالحية منها شوي هاي دمش ايه وإلا الباجي بعض محلاك من هالي طلعت جديدة هالي قبل ما هي كل هذا وحيفة كبيرة حيفة ايه حيفة منها ويافة ويافة وعكة وعكة ما يشبير الحير لكنها مدينة من الأردن ايه شأشرت باعرين وحورت فيها من عند فارعة اسبان وطبت فيها من عند البحر الميت وفوت فيها من عند الجسر على ريحة ومن ريحة اطلع فيها معاها الجبل وفوتها ما جاء الخانة الأحمر على الطريق الخانة الأحمر ولجت الخانة الأحمر وتعديتها سندني وادي علشان لي ما امروا قدس لعنى قدس زحمة وهذا ومنح طرام الله أيضا يمنى وانزل مع الوادي ويحولني على الرملة وعلى اللد ايه وافوت فيها تقولي على مصر دوري ثلاث مرات اللي يروح بهذا من هالطريق هذا مهم ما قل زرت مصر سبع مرات سبع مرات ايه وفهد في زاستك لمصر تذكر القاهرة أول ما ايتها سنة 22 وعقبة تذكرها يعني محلاتها شيء محلاتها محل صيدناوي اللي احنا شارع فؤاد ايه انا اجي اقعد بالقهوة الوطنية سمونا بقهوة الوطنية اقعد فيها واروحي لدى بعد ذا قوم الواحد مسيحي يصرف مننا ذهب وعلى لان اول ما بديت اصرف منه ما عارفك اليوم هذا صرفت عليه واخدت منه ذهب وخليت عنده ويوم اقفيت منه قال تعال يا ابني كانت تعال اخذ ورقة ويعطيني ورقة هذه فيها حياته ممارسة وارجع لكن محلات يميني سار ما اروح لا اروح الهرام مطالقة لا ايمن لا ايمن لا ايسر ما اكو شيء حق شغله تروح المطاهم تاكل شيء ايه اجيت المطاهم الى هذا يجينا اخذنا نتفت الحمه وعطيناها راي راي مطعم عاد حنا نقوله نسأل ونقول شوفي عندك نقوله اشتبيه عاد يقوله فيه يقول فيه لما انت يا سيدي فوله مدمس وقبنه طعمية وبالاس بادونس مكرونه ملوخية طواقن وفراخ ولحمة بالدمع ولحمة محمرة وزيه انتهى قذع هذا يعني مطاهمه ايه عاد رجعنا عاد من سفرنا هذا من الاردن هذا وبعدين هالي عاد طلعت من مصر بعد يوم طلعت من مصر كاني مكتوب من ابوي تيجي ياولادي ممين الله تيجيوش هذا طلعت معي مئتين نيره اسمني ذهب ايه اثمانية ايه وطلع مننا على ارض تيمة طلعت على معان ايه ومن معان عبرت مننا على تبوك وطبعت على تيمة من تيمة مشيت من تيمة الى مصر طبعت مصر وبانا بعرين مرنا على اسواق سوقا از اول ما دخلنا مصر مرنا زكازيقا من زكازيقا بالباس ومن بالباس من بابا ومن بابا الجيزة هذي زكازيق سوقها الاثنين وبلبي سوقها الاربعة ويوم جينا يوم جينا بالسوق ومن البيع والجزارين بيناتهم تغارطون في بلبي ولا لهم تغارطش تغارطون واحد يقول له المذاهب اربعة وذا يقول ترديش المذاهب يقول خمسة بعدين الثاني قال عدهم قال حنبلي ومالكي وشافعي وحنفي قالوا قنيه ابن الكال بالباس بعدين مشينا الانبابا الانبابا سوقها الجمعة والجيزة سوقها الحد صفنا فاعرين ورجعت رجعت منها ثانى مرة للمملكة ومن المملكة طبيت الكويت يوم طبيت الكويت سنة اثنين وستين اه هذي بالحرب العالمية الثانية يعني سنة أثنين وثلاثة واربعين بالحرب وبعدين طلعت للشيخ صباح بل حزين وشرعت منه رايتين باعر وشرعت منه وقلت للشيخ صباح انا ما بك تسترخص لي عبي تعطيني بس ورقة من البعارين لك ومشيت فيها من هذا على طول ورحت فيها الى ما جيت القريات ويوم جيت القريات ويوم جيت القريات وفيها استيري واجهت قال يا فلان ما نقدر نخليك تروح لدى ما مع كرقة حنا البعارين تقعد بهذا لما نراجع الملك راجع الملك جاء خبر من الملك انكم صادروها جزاء الله خير استيري ما قصر هذا طرش لي رجاله قال تل عبد الله جاءنا خبر ان البعارين الصادر لكن يخلي البعارين عندنا قاعدة برقيلها برعيانها ترعى بهالحمة ويروح يراجع رفيجة اخذت لي ثلاث بعارين ومشيت فيها ويوم طبيته الى السوق ملحله ببيع واحد بخبس وخمسين واثنين بعتن على خمس واربعين والنياقة اللي نمهربها بعتها على اربعة وعشرين ويوم افرق برقية الصباح وبرقية العمي عبدالعزيز ويجيني الرد منهم الصباح يقول انتظروا بكرة الخبر وعمي يقول انتظروا مجتهدين ويوم اخذت لي يومين ولجاين الرد وكتبت مكاتب بعد وراهم وكتبت مكاتب بعد وراهم يوم اخذت لي يومين ثلاثة وجاء سوق عمان وانزل له هذا واحد قال له اهديه قال عبدالله بشرب البعارين كنت مبشر وله هذا خط من السنيري على انك تجي تستلم بعاريني والله اروح واستلم بعاريني استلمت بعاريني وجبتها وله السوق ترادة وعزل الطيب منها وخليها على الصيفة والبادية اروح ادخل فيها لم فلسطين سوقت الاسوارد فلسطين سوقت المجدل والفالوجي وغزة خان يونس بير السبع ويوم يظل بادية وبيع بادية على واحد عقيلي دين فلوسة منها يبيع وانا انكس للرصيفة جيت الرصيفة وبيع بعاريني البادية نازلة وهي طيبة فلسطينة على 29 فلسطيني ومنها يوم صفيت انا وانا عمشي جايي للكويت جيت للكويت وعطيت كلنا حسابة البضايا الميا الشيخ الصباح وصالها الاذمان الله يرحم وعمله البضايا معي وبعدين عادها اللي خط اللي ذا يومجي سنة السبعين ولا سافر هذا اخر مرة سافرت في المملكة يم اخوي ببريدة طبيت هناك بسيارة وطبي حايل اليوم طبيت حايل وقوم اشتريها اذهب انا في بدوي مع اولي عدولة بعارين وغنب اذهب ادورة وانا اشري لبعير وامشي من حايل مشيت وانا ادخل مع وسطج اضلع يسمونه هجا طلعت مع الشعيب لما فرع وبعدين ينحد الاستاسع اولا مع اخبيزات والحمق عاطنية وركيزلي اليوم جل صير وانا نوخ اعشي والارض العندي قبل فيها نهب وسلب اليوم اخرت وانا سويت لتاج والاقهوة بالزمزنية اليوم غابت الشمس تعشي وانا اجيب اجميلي واشير عليه شلت عليه وشطره وقوم شبابه شبيت اببه وابي تنحد شايفني به الجبال يشوف اببه وشابه يقول هذا قاعد الى الحين وانا اسحب وانا اسحب وانا قربت عند موقك وانا انا ابات اليوم جل الصبح وانا ابت البس فري وهم بعد يوم جل عصير ولوالله هذا عشيته واشوك بعارين بعارين غابت الشمس وانا امشي اقبلي ادور هالبعارين ابيب هالليل ضيت خلقي وهاد وليس ادركت احد ويوم اصبحت صلاة العاجز وقعدت للوالو الحساء عاجته افتوا من انتوا من الباري حوانا ادورك ا اجيهم ا الابدوا ا اعينتها الارب الفلانيين قالوا والام يوم جحر الضبع والله وأتركهم وأروح وأطلع مع ضلعي مثل المدال يكله المسمى وأطلع معه وأحول على ثلاث هوه وفوتوا قبولي يوم أخذت شوي وقبل عندي دربيل وبايع ولا والله أشوف أنا بس بالنظرات واللي يدلني رأس بعيري يعني مشير بعيري ولا ألتفت عرفت أنه شايف أمنا أبص على يما سامع يما شايف ألتفت أي يوم ألتفت ويشوف تقل دجاج تمشي يوم حطيت النظرات وطرعت ولولا غنيمة وأروح لهاي ولد قالوا هالي عند الخندوة والخندوة وأروح لأمه وبات عندهم والصبح يدخل لي العرب والذيب هاي وين يكي الذيب الذيب كان غير هذا وفوتوا قبولي ويوم فت قبولي وطب والله أشوف مظهور يمشي أجيه ولولا سلمته قالوا هاي عمين يمشي ولولا صروقي هاي منين قال خلق قالوا هالله من هالعربان وين هم قالوا هاي من الخندوة والخوة وفوتوا قبولي فت قبولوا يمشي بعيري يوم خدت ويوم انتفت يوم انتوا وطالع ولولا الرجالين جايين يركثون ويوم انتوا واني خايف واني خايف مامي اسلاحي ستسين خايف يوم خدت وقرب واني خايف مامي اسلاحي واني خايف صوتوا وعرفوا يوم جوي لهذا واحد يقالوا وسامح وواحد يقالوا بندر واني جايين انا يوم شفت صوتوا وفوتنا ووقت بعيري جداة شيلة قولوا والله اننا رايحين عسوس ندور العشب لهالنا وانحين يوم شوفنا الزول قلنا هذا عنده الحلوب لكن هذي رتبة تحضيري ولا حنا خابرين نحضيري يمشي بروحه ما نحنا خابرين إلا أبو فهد و أبو فهد وين بكويت يقول يوم نظرنا و إلى وين هذا أبو فهد والصبح واحد عزمي عنده غيف والثاني قلت له أنتم عزبي والثاني يركب بعير يروح يدور رفيز راح بيومه ورجع ما نقام قال رحلوا و راحوا منه والصبح نكس مع ما ثلاثة غير خلاوا يوم مني جيت مكاني جوني فيها الربع وأمشي يضايق صدري والله مخدت والله والله بعير ألم لح يوم نظرت والله هذا بعيري والله هذا بعيري وناظر والله مضاهير والله هذا السلام عليكم السلام و قلت عبد الله بالكويت والحين عندك والله و قبولي أنا و إياهم رحوتين وننزم و أخذ غنيمة منهم بعضها و أخذ رحلة بعارين وأمشي قبولي رايحا لما الجوف راحت لما الجوف و رجع خويهم جيته و بعتهم و صفيتهم إلى هذا لا فيه لا أشي ودي حمله هذا سيارة لا فيه هذا والله و أركب معه و جي إلى الكويت جيت يا رمال الله وأمه من طرفه لي تقول البيب لا البيب هذا أنا ماشي من حايل جاينا بصر في ذهب ذهب معي ريالاته و مشيت من حايل و ركبت على بعيري معي فيدي و معي مخم أم واحدة أصمالي و أدخل معي جام على شرق الشمالية يسمونه غلغلة و أفوت معه يوم غابت الشمس ما طلعت من الضضع طلعت على سهلة كلها نبات عرفج لكن العرفج غاد أنك عشب ما تلقى حطب تشب فيه والله يوم قبلت على النفود والله السمارة يوم نظرت إلى عرفج و ما رجي و نوخ عنده نوخت عنده جدعت قشي و وازنت فراشي و سنعت هذا حطيت الزربة والملة عند الزربة خدت حفرت و جبت من العرفج و حطيته بعد تعشيت يوم تعشيت و انسدحت و عشيت و أعشيت و قدت من العرفج ونفق و قعد حطينا بها قفشانه و اروحه خطرت بريت و شبت و أثور على صوبه و ثورت على صوبه و أرحبت و أبعير يبارت و شبعانه بوعه و أجيبه و امتبت و أنا علت عليها علت عليها و مشيت لقد قلت زرية لأخواني ومنها عادة أمشي هذه مساتحة افتكيت منذ ديد بفهد المسافلة من الكويت إلى دمشق على البعارين شكالت قطعونها بشن يوم؟ نقول لك القيضة لم يومشة واشتها قيضة وافدة 25 يوم واشتها 45 أكثر تبع هذا الربيع خلينا نمشي على مهنة هذا السبب وبالصيب تنمشون حق الماء؟ حدنا الماء ومفاهد من الكويت إلى فلسطين إلى قزة كم تبطعون المسافة؟ من الكويت إلى فلسطين تبيرها بعد دمشق تبيرها ثمانت أيام الفلسطين آخر فلسطين زيادة حدنا الماء يعني فرق بعيد الآن الطيارة حوالي هالساعة أبو فهد مشكور ما قصر أشكرك على إجراء هذه المقابلة وهذه خدمة منك للتاريخ ومشكور كل الشكر وإن شاء الله تشوفك على خير ونرجو لك الصحة والعافية وطول العمر والآن أيها المشاهدون الكرام نأتي على نهاية هذه المقابلة التاريخية مع الحاج عبدالله بن عبدالعزيز الفهد الحميدي وسجلنا هذه المقابلة في بيته بشويخ يوم السبت 13 ديسمبر 1980 إلى اللقاء والسلام عليكم الرجاء المتوسط المتوسط عليكم رجاء ؟ المترجم للقناة المترجم للقناة